بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء الجليس اللي احنا معا النهاردة جليس ممكن يزميه جليس زوح الدين جليس غريب جليس ممكن يحسسك بالوسع وممكن تتمنى لما تحس ان الدنيا ديئة جليس ممكن يخليك تشعر بالسعادة وهو نفسه ممكن يبقى باب من ابواب الكآبة جليس غريب لكنه جليس مهم جليس بيعطي للحياة جزء من معناها والانسان اللي ما بيقدرش يتعامل معاه بيفقد معنى من معاني الحياة الصحيحة الجليس النهاردة اللي عن نتكلم عنه الفراغ الفراغ اول ما قلت الفراغ جيف اقولكم وفي عقلي ملايين المفاهيم وتراءت امامنا صور كتيرة وحصل لنا تدعيات ذهنية كتيرة وعشان نقدر نرتب ده اختارنا يكون معانا حد من افضل الناس اللي بيتكلموا في ادارة الوقت معانا الدكتور احمد حنفي ازايك يا دكتور اهلا وسهلا دكتور عمر ازاي الصحة والعافية والله في الفة الحمد وشك لله طيب يا دكتور انا بس عايز اسأل حضرتك احنا النهاردة بنتكلم عن الفراغ الفراغ في حياتك او الفراغ في حياتنا بيكون قديه في حياتي انا يعني يقدي كده طيب وفي حياتنا ممكن يبقى في حيات الناس اكتر من كده او اقل من كده ولكن الفراغ ده هو الوقت الغير مستغل يعني الوقت اللي بيبقى عندي اللي ما بقدرش ان انا استغله طب خلينا اسألك سؤال كده شوية بيكون شخصي وبعدين نخرج منه لسؤال العلمي هل بتحب يكون عندك فراغ لا انا شخصيا ما بحبش عندي وقت ما بعملش في اي حاجة حتى لو هنبسط ده بسميه وقت انا بعرف هنبسط فيه وبعرف هنبسط فيه ما بمشعد فاضي يعني انت حضرتك الفراغ عند حضرتك ما بيسويش عدم العمل لكن هل هناك معنى للفراغ اخر انا المعنى للفراغ بالنسبالي ان ده وقت انت قاعد فيه ما بتعملش اي حاجة يعني ده وقت الانتخة يعني حتى انتخة بلا هدف يعني ممكن انت اتفرج على حاجة مفيدة انت اتفرج على حاجة تدحكني ده وقت مستغل لكن ان انا بقاعد فاضي ما بعملش اي حاجة بقلب على الفيسبوك او الانستجرام بلا هدف ده انا بسميه وقت غير مستغل بالمرة وده ربنا هيحسبنا عليه حضرتك بتقابل ناس عندهم فراغ كتير بيحصل بيحصل بتقول ايه اهم سمة بتشوفها في الناس اللي عندهم هذا النوع من انواع الفراغ اهم سمة دكتور انه هو للاسف ما بيبقاش عنده اهداف واولويات مهم اهو الكلام ده طب ليه حضرتك شايفه لا نلوحة طب من اين بيجيه فقد الاهداف والاولويات ده معرفة الذات احد اهم الادوات اللي بتساعدني اعرف نفسي واعرف احتياجاتي وبناءا هلبي احتياجاتي دي ازاي عن طريق وضع اهداف لجميع جوارب الحياة سواء صحة سواء عمل سواء تطوير للذات سواء ذكر ومعرفة ربنا لازم يبقى عندي في كل جانب من جوانب الحياة دي اه اه زي ما يقول ممتلئة لحد للأدنى وبالتالي ما يبقاش في عندي جانب من جوانب الحياة واخد اه جزء اكبر من جانب تاني بشكل كبير فيبقى عندي عدم توازن فانا بميل اكثر للتوازن يبقى حضرتك قلت ان اول خطوة عشان نتعامل مع الفراغ ان احنا اول حاجة نتعامل بيها ونشغل بيها الفراغ اول خطوة ان احنا يبقى عندنا هدف هدف في شتى مجالات الحياة ايه تاني ممكن نشغل بيه فراغنا اول حاجة تبقى عارف ان الفراغ ده عبارة عن وقت والوقت ده هو اثمن شيء ربنا سبحانه وتعالى الدهن اللي هو العمر وهنسأل عليه وبالتالي الوقت ده زي ما حضرتك قلت كده ممكن يكون سبب سعادة او سبب تعاسة فيالله نستغل الوقت ده في سبب السعادة الا وهي ان انا اشتغل على جوانب الحياة دي واطور فيها لان التطوير بيساوي السعادة لو ما طورتش من نفسي لن اكون سعيد فدي تاني حاجة بنقولها للناس استغل الوقت ده ان انت تخرج برا دائرة الراحة اللي انت قاعد فيها وحاول تستغله بشيء يكون ليه منفع ليه وبنقول هنا يعني زي ما نقول كل وقت وليه ادانه وانا بقول الادان ده عامل زي الالارم اللي بقى على تليفوننا دلوقتي لازم يبقى عندك وقت الكل شيء عامله بلوك على التليفون ومحدد له تقول والله ده وقت المذاكرة ده وقت المرح ده وقت الاسرة ده وقت الزكر وهكذا يعني كتر الادانات عندك يعني كتر الازان يخليك من اهل الاتزان صح النهاردة دلوقتي حي على المذاكرة كمان شوية حي على الزكر بعده حي على العلاقات وجبر الخواطر يعني لازم يبقى عندك وقت لكل شيء طب ايه اللي بيعملوا الناس بعض الاحيانا دكتور احمد كتر الادانات عند الناس بيتخليهم يحسوا بالعب فيجروا عشان يفرغوا وقتهم من ده تمام احنا بنقول التوازن في كل شيء حتى ان انت يبقى عندك وقت للراحة وقت للمرح وقت ان انت تقضيه مع اصدقائك تتكلمه في امور بسيطة ومش هنقول عميقة تهزره تتحكه تسافر تقعد على البحر ده شيء مهم مش معنى ان انت يبقى عندك مشاغل كتيرة ان انت تثقل على نفسك بالاعباء وفي الاخر تمل لا احنا بنقول حتى وقت الراحة لازم تبقى عامله على جدولك يعني انا بقول لحضرك انا عامل هنا زي خطة للشهر كله وبحضت لكل يوم انا هعمل ايه النهاردة حتى وقت التمرين حتى وقت الراحة حلو او 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 حلو او الختام اللي احنا ختمنا به مع حضرتك يا دكتور احمد ان احنا يبقى عندنا بشكل واضح وبشكل دقيق يبقى عندنا جدول دقيق لحياتنا وادول بمين في كل مناح حياتنا حتى الوقت اللي احنا بناخد فيه وقت للمتعة ووقت للسعادة وقت كمان نريح فيه من اعباء كتيرة دكتور احمد حنفي انا شكر لحضرتك جدا كل المعلومات القيمة وجمال ولطف ما تفضلت بيه شكرا دكتور احمد ده شرف لنا دكتور عمر الله يبرك فحدك فلم شكرا دكتور احمد است perdita